موسيقى مرحبا بكم عزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 2 لسن 7 تفحص أو تفقت فهمي موجودة في صفحة 34 من كتاب الطالب صفحة 32 من كتاب النشاط قبل أن نعود الدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب لسمها سيد طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الخامس الابتدائي صفحة 34 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة تفحص فهمي اقرأ قطعة الحشرات في حياتنا اللي شرحناها بالدرس السابق مرة أخرى لون الجمل الصحيحة وكتب الجمل الخاطئة بشكل صحيح هذا النشاط حلناها بالدرس السابق وقلنا هذه الأسئلة متعلقة بقضعة الحشرات في حياتنا وهذه الأسئلة جدا مهمة بالامتحان التحريري أو امتحان رزقاء عبارة عن أسئلة يسونو فنحلها مرة ثانية بشكل سريع بعد ما حلناها بالدرس السابق نمبر وان اولا فلايز يعستك 4 أجنحة إجابة صحة للخطأ ذكرنا بالدرس السابق ان الفراشات هي من لديها 4 أجنحة وان البعوض لديها 2 من الأجنحة لذلك نقول نو الإجابة خاطئة نصححها نقول أما اخلي فلايز يعستك 4 أجنحة او أقول فلايز يعستك 2 أجنحة البعوض لديه اثنان من الأجنحة الإجابتين صحيحات فمثلا نقول Flies have only two wings البعوض لديه فقط جناحان Number two ثانيا Most butterflies eat nectar from flowers معظم الفراشات تأكل الرحيق من الأزهار الإجابة صح لو خطأ ذكرنا بالدرس السابق أن البترفلايز نعم تأكل الرحيق من الأزهار والكاتفيلر اللي هي الشرنقة تأكل النباتات Eat plants لذلك الإجابة صح لو خطأ الإجابة صح لذلك نقوم بتلوين الجملة ونكتب عليها Yes Number three ثالثا Most ants live in a colony معظم النمل يعيش في الكلوني اللي هي المستعمرة ذكرنا بالدرس السابق أن النمل يعيش في بيت وأطلقنا اسم على هذا البيت سميناه كولوني اللي هي المستعمرة لذلك الإجابة صحيحة لذلك نقوم بتلوين الجملة ونكتب عليها صح أو Yes Number four رابعا Ants aren't strong النمل ليس قويا الإجابة صح لو خطأ ذكرنا بالدرس السابق أن النمل يستطيع أن يحمل 20 ضعف وزنه لذلك أكيد النمل قوي وهنا نقول للنمل ليس قويا لذلك الإجابة صح لو خطأ الإجابة أكيد خاطئة لذلك نكتب عليها No ونقوم بتصحيحها فينقول Ants are strong النمل قوي هذا ما يخص الأسئلة أسئلة جدا مهمة بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي ما عبر هذه الصفحة لحد ما أتأكد أن يحافظهم ومفتهم مفرداتهم ننتقل إلى أسفل الصفحة Ask and Answer أسأل وأجب هنا نمنطني ثلاث أدوات سؤال اللي هي الوات والوير والهومني الوات والوير ما أخذيها بدروا سابقة الوات معناها ماذا والوير معناها أين أخذناها بدروا سابقة الأداء الجديدة اليوم اللي راح نأخذها اللي هي الهومني الهومني معناها كم العدد تسألني عن عدد شيء معين ودائما ملاحظة جدا مهمة دائما يأتي بعدها اسم جمع فمثلا أقول how many wings do butterflies have كم عدد الأجنحة لدى الفراشة نلاحظ how many يأتي بعدها اسم جمع أو مثلا أقول how many pupils in the class كم عدد التلاميذ في الصف نلاحظ أن كلمة pupils التلاميذ جمع مثلا أقول how many books do you have كم عدد الكتب لديك إلى آخره إذن الهومني يأتي بعدها اسم جمع الوات والوير يأتي وراها فعل مساعد وراها تكملة الجملة فهنا هنا كل واحدة تسأل عن شيء معين الوات معناها ماذا بهذا الدرس تسألني عن أكل بعض النباتات فمثلا يقول what do caterpillar eat ما الذي تأكله الشرنقة هذا طبعا عبارة عن نشاط صفي محادثة بين طالب وطالب آخر طالب يسأل باستخدام هذه الأدوات والطالب الثاني يجاوب على أسئلة الطالب الأول مثلا الطالب الأول يسأل يقول what do caterpillars eat ما الذي تأكله الشرنقة الطالب الآخر يجاوب caterpillars eat plants الشرنقة أو الشرنقات تأكل النباتات إذن سألني عن أكل الشرنقة وجاوبته يسأل مرة ثانية باستخدام الأدوات what do butterflies eat ما الذي تأكله الفراشات الطالب الآخر يجاوب butterflies eat nectar الفراشات تأكل الرحيق الرحيق الأزهار هنا يستخدم الأدوات الثانية where مثلا يقول له where do the ants live أين يعيش النمل الطالب الأول يجاوبة أعرفناها بالدس السابق ants live in a colony النمل يعيش في المستعمرة يسأل باستخدام how many مثلا يقول له how many wings do butterflies have كم عدد الأجنحة لدى الفراشة الطالب الآخر يجاوب they have four wings لديها أربعة أجنحة السؤال الأخير هم باستخدام how many how many wings do flies have كم عدد أجنحة البعوض الطالب الآخر يجاوب they have two wings لديها أثنان من الأجنحة إذن أعرفنا أدوات السؤال وكيفية الإجابة عنها ال what معناها ماذا تسألني بهذا الدرس عن أكل الحيوانات أو الحشرات where أين تسأل عن المكان how many معناها كم العدد تسألني عن عدد الأجنحة أو عدد السوق إذا سأل how many legs do the spiders have كم عدد أرجل العنكبوت الطالب الآخر يجاوبه they have eight legs لديها ثمان أجنحة هذه الأسئلة الأسئلة شفوية مهمة من الممكن أن الأستاذ يسألها داخل الصف لذلك الطالب يحاول يحفظها لأنه الممكن أن يشارك بها كنشاط صفي ننتقل إلى صفحة الثانية من كتاب الطالب مكتوب P for project المشروع مثل ما وضحنا باليونت الأول أنه البروجيكت المشروع هو عبارة عن نشاط لا صفي الطالب يحاول يرسمه أو يصوره وينقله بدفترة أو ينقله ببوستر على فايل ويكتب المعلومات اللي بداخل هذا البوستر ويمكن يوديه للأستاذ مالتي يشارك بي كنشاط لا صفي بالاصطفاف أو داخل الصف فمثلا هنا نقول لك choose an animal اختر حيوان and make a poster about it وحاول أن تعمل بوستر فشيء مطبوع كأن يكون رسم أو طباعة about it عن هذا الحيوان اللي اختاريته هنانا منطيك الدوفز اللي هي الحمامة أو اليمامة منطيك معلومات عنها فهنا الطالب يحاول يرسمها ويجمع معلومات عنها ويلونها ويشارك بيها كنشاط لا صفي فهنا خلنقر المعلومات اللي خاصة بهذا الطير this is a bird هذا طير it is a dove إنها يمامة dove can be different colors يمكن أن تكون اليمامة بمختلف العلوان it lives in many countries تعيش في مختلف الولدان all around the world حول العالم doves can fly very fast يمكن لليمامة أن تطير بسرعة عالية it is famous as symbol of peace إنها مشهورة كرمز للسلام dove were used to carry letters كانت تستخدم هذه اليمامة لحمل الرسائل doves have small heads لديها رؤوس صغيرة and round bodies وجسم مدور they have long beaks لديها منقار طويل beaks منقار and short legs وأرجل قصيرة هاي المعلومات الخاصة بالdoves مجرد نشاط لا صفي من الممكن أن التلميذي شارك بي من خلال رسم وجمع المعلومات على فايل وتقديمها للأستاذ ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين A write one or two interesting facts about insects اكتب حقيقة أو حقيقتان ممتعتان عن الحشرات on activity book على كتاب النشاط page 31 صبح 31 هنا أنا منطيك مثال يقول لك يا حشرة من الحشرات اللي تتوقع أنها مثيرة للاهتمام أو ممتعة منطيك مثال هو مختار حشرة وقال لهذه الحشرة مثيرة للاهتمام لسبب معين I think these are interesting أعتقد بأن النحل مثيرة للاهتمام ليش because they can make food for people to eat لأنها يمكنها أن تصنع الطعام للناس لكي يأكلوه إذن اختار حشرة اللي هي البيز النحل وقال ليش مثيرة للاهتمام لأنها تقدم طعام للناس لكي يأكلوه يقول لك كذلك أنت حاول أن تلقالي حشرة مثيرة للاهتمام وانطيني السبب ليش هي مثيرة للاهتمام مثلا أقول أنا I think أنا أعتقد butterflies are interesting الفراشات مثيرة للاهتمام ليش because لأنه أذكر مثلا أنها تبدأ حياتها كبيضة ثم تنتقل لتصبح شرنقة ثم تنتقل لتصبح فراشة وهاي حقيقة مثيرة للاهتمام فأقول because they start their life as eggs لأنها تبدأ حياتها كبيضة then they change into caterpillars ثم تتحول إلى شرنقة and then into butterflies ثم تتحول إلى فراشة وهذا الشيء مثير للاهتمام هذا مجرد نشاط صفي لتطوير قدرة الطالب على تكوين جمل مفيدة خاصة بالحشرات ننتقل إلى تمرين بي هذا تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري test yourselves اختبروا أنفسكم do not look at activity book on page 31 لا تنظر إلى كتاب الطالب صفحة 31 أنا أسئلة متعلقة بالليدي بيرد اللي هي الدعسوقة والبيز النحل وكذلك spiders العناكب أسئلة جدا مهمة فنحاول نحل الأسئلة بدون ما نرجع للقطعة المتعلقة بدون الحشرات بالدس السابق بصفحة 31 من كتاب النشاط طبعا هذا تمرين ينحل على شكل محادثة بين طالب وطالب ثاني الطالب الأول يسأل والطالب الثاني يجاوب ومن ثم الطالب الثاني يسأل والطالب الأول يجاوب وبالأخير كل سؤال على درجة بالأخير يجمعون درجاتهم ويشوفون ياهن اللي فاز بهذه المسابقة نحن ما يهمنا المسابقة اللي يهمنا الأسئلة المتعلقة بها المسابقة الأسئلة جدا مهمة فأخذنا نحل الأسئلة عن قطعة العناكب والنحل والدعسوقة نحن أولا ما لون الدعسوقة نعرف أخذنا في الدرس السابق أن الدعسوقة يمكن أن يكون لونها أحمر ريد برتقالي أورنج أو حتى أصفر يلو فأقول ريد أورنج ويلو هومني معناها كم العدد أخذناها قبل دقائق يجا بعدها اسم جمع اللي هي الليكز كم عدد الأرجل لدى الدعسوقة أخذنا بالدرس السابق أن الدعسوقة لديها 6 أرجل فأقول 6 أو 6 legs 6 أرجل نمبر ثري ثالثا هل يمكن للدعسوقة أن تطير الإجابة عما في yes أو no ذكرنا بالدرس السابق أن من الممكن للدعسوقة أن تطير لذلك فأقول yes it can نعم يمكنها أن تطير نمبر فور رابعا where do bees get nectar from من أين يحصل النحل على الرحيق عرفنا بالدرس السابق أن النحل يأكل النكتر اللي هو الرحيق from flowers من الأزهار فنقول from flowers من الأزهار نمبر فايف خامسا what food do bees make from nectar ما الطعام الذي تصنعه النحل من الرحيق النحل بعد ما يأكل الرحيق النحل بعد ما يأكل الرحيق شون يقدمنا يا طعام ذكرنا بالدرس السابق أن الحشر الوحيدة التي تقدم الطعام هي النحلة والطعام التي تقدمه هو العسل نسميه honey نمبر سيكس سادسا what sounds do bees make ما الصوت الذي يصدره النحل ذكرنا بالدرس السابق أن أجنحة النحل تصدر صوت سمينا باز باز لذلك نكتب باز باز نمبر سيكس سابعا how many legs do spiders have كم عدد الأرجل لدى العنكبوت ذكرنا أن العنكبوت لديه ثمان أرجل eight legs نمبر eight ثامنا are all spiders dangerous هل جميع العناكب خطيرة ذكرنا بالدرس السابق أنه ليس جميع العناكب خطيرة بعضها خطير والبعض الآخر أليف فنقول no هذا ما يخص تمرين بيه تمرين جدا مهم نحاول نكتب ذن الأجوبة ونحفوظهن لأنه ممكن يجين بالامتحان بسؤال المفردات فأحاول قدر المستطاع أن أحفوظ أجوبة هذه الأسل ننتقل إلى تمرين d find the mistakes جد الأخطاء circle them حاول أن تحوطها جر دائرة عليها and write the sentences correctly ثم أكتب الجمل بشكل صحيح كل جملة بها خطئين أحاول أكتشف هذا الخطئين أجر عليهم دائرة وأكتبهم بشكل صحيح من طين المثال هو مثلا number one أولا butterflies is insects جار خط على is ليش لأن butterflies جمع الفراشات فما يصير أقول is قلت are جريت عليها خط وصححتها it are beautiful بما أن butterflies جمع أعوض عنها بالضمير they فجريت خط على it وخليت بدالها they they are beautiful إنها جميلة number two ثانيا most ants lives together on a colony معظم النمل يعيش سوية في المستعمرة شن الخطأ اللي بتجملة ألاحظ أن most ants هذي جمع إجه بعدها فعل يحمل أس الشخص الثالث ذكرنا بدوره السابقة إن إذا كان الفاعل i أو you أو they أو we يكون الفعل اللي بعدها مجرد فهنان the ants جمع أعوض عنها بالضمير they فالفعل اللي بعدها يكون مجرد لذلك أجر خط على lives وخلي بدالها live الخطأ الثاني وين together on a colony سوية على المستعمرة نحن نعرف أن النمل يعيش في المستعمرة لذلك حرف الجر المناسب مو on أخلي بدالها in في المستعمرة on معناها على فأجر عليها دائرة وأكتب الجملة بشكل صحيح أقول most ants live lives صارت live together in a colony معظم النمل يعيش سوية في المستعمرة number 3 ثالثا how many wing flies do have كم عدد الأجنحة البعوض ذكرنا ملاحظة قبل دقائق أن how many اللي معناها كم العدد يأتي بعدها اسم جمع wing معناها جناح يعني أريد اسم جمع فأقول wings إذن الخطأ الأول wings كم عدد الأجنحة flies do have كذلك هذه خاطئة ما يصير أقول flies do have لأن الجملة استفهامية يجب أن يكون الفعل المساعد قبل الفاعل بأقول how many wings do flies have كم عدد أجنحة البعوض how many wings do flies have number 4 some ant is dangerous بعض النملة خطيرة كم الخطأ بالجملة بما أن الجملة بها some معناها بعض بعض أكيد يأتي بعدها جمع أقول بعض النمل وليس بعض النملة إذن الانت يجب أن تكون جمع إذن أجر عليها خط وأخلي بدالها ants بعض النمل بما أن صارت هذه جمع رح أصير الإز جمع أقول some ants are dangerous بعض النمل خطير number 5 most caterpillars eat plants معظم الشرنقات تأكل النباتات شو نخطأ بالجملة بما أن الجمع مثل الجملة الثانية جمع يأتي بعدها فعل مجرد eat خلالها السجلس الثالث إذن الخطأ الأول بإيت وكذلك هي تأكل النباتات وليس نبات واحد البلانت الثانية لازم أخليها جمع أقول بلانت بصير most caterpillars eat plants معظم الشرنقات تأكل النباتات هذا ما أخص تمرين دي تمرين جدا مهم من الممكن أن يجيني بسؤال القواعد يجيب لأحد الجمل ويطلب من عندي أن يصححها أما تمرين إي look say cover write and check أخذنا هذا التمرين باليونت الأول بكلمات مختلفة هنا ينعاد علينا باليونت الثاني يقول لك انظر إلى الكلمة say انطقها cover غطيها بإيدك write حاول أن تكتبها وأنت مغطيها بيدك and check ارفع إيدك عنها وتأكد إذا كانت إجابتك صحيحة اكتبها مرة ومرتيا وثلاثة وهكذا مع بقية الكلمات هذا مجرد نشاط صفي لتطوير تركيز الطالب على إملاء بعض الكلمات هذين الكلمات هي to and does and goes هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم حلينا الأسئلة المتعلقة بالحشرات وكذلك أخذنا نشاط لا صفي متعلق باليمامة وقلنا من الممكن أن نشارك به عن طريق رسم أو أجلب بعض الصور لليمامة والمعلومات وأحاول أسويهن على شكل بوستر وشارك به كنشاط لا صفي في الاصطفاء أو في داخل الصف وكذلك أخذنا أسئلة متعلقة بالنحل والعناكب والدعسوق وقلنا هاي الأسئلة جدا مهمة بالامتحان التحريري بالإضافة إلى تمرين دي اللي يطلب من أندي أني أصحح الجمال ختاما شكرا لمتابعتكم في الفيديو أي سؤالة واستفسارة وضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على الحسابات الموجودة منكم على الشاشة